يريد الأخ وضعها في جزئين يريد أن يسأل ستة أسئلة أول ثلاثة أسئلة سألها هي كيف يمكنني أن أعلم بأن العبادة في الإسلام صحيحة؟ يمكن أن يفهم بكيف نتعبد في الإسلام هل هذا صحيح؟ أو أنه قد يعني هل الإسلام هو الدين الحق؟ ما الذي تعني؟ هل تريد أن تعلم بأن طريقة التعبد في الإسلام صحيحة أم لا؟ هل الإسلام هو الدين الحق للعبادة؟ سؤال الأخ الأول هو كيف نعلم بأن الإسلام هو الدين الصحيح الذي يجب علينا اتباعه؟ والجزء الثاني من السؤال مشابه للأول هو كيف نعلم بأن الإسلام هو الحق؟ وبالنسبة للثالث فقد قال أنني ذكرت في أحد خطاباتي بأن المسيح عيسى عليه السلام قد قال بأنه إذا أردتم دخول الجنة فإن عليكم اتباع كل التعاليم والقوانين المذكورة في العهد القديم فكيف يمكننا اتباع كل تعاليم العهد القديم في عصرنا الحالي؟ سوف أحاول أن أجمع بين السؤالين الأولين وهما كيف نعلم بأن الإسلام هو الدين الصحيح للعبادة؟ وكيف نعلم بأن الإسلام هو الحق؟ إسلام مشتقة من كلمة سلام والتي تعني الأمن وهي أيضا مشتقة من كلمة سلم ويتعني التسليم فإسلام تعني سلام مكتسب بتسليم الإرادة لله سبحانه وتعالى ولأي كتاب يدعى بأنه رسالة من عند الله ولإثبات أي دين بأنه من عند الله سبحانه وتعالى هذا الوحي وهذا الكتاب وهذا الدين يجب أن يثبت أمام اختبار الزمان في السابق كان عهد المعجزات والقرآن المجيد هو معجزة المعجزات لاحقا جاء عهد الأدب والشعر علماء العرب من المسلمين وغير المسلمين على حد سواء أقروا بأن القرآن المجيد هو أفضل كتاب أدب على وجه الأرض ولكن اليوم إذا جاء كتاب مقدس وقال بأن الأرض مسطحة فهل سيصدق الرجل في العصر الحديث هذا الكلام؟ بطبيعة الحال لا لأننا اليوم في عصر العلوم والتقنية إذا قمنا بوضع اختبار العلوم والتقنية هذا لكل الكتب المقدسة التي لدينا اليوم لمختلف الديانات حول العالم فكلها ستفشل في الاختبار ما عدى القرآن وقد ألقيت محاضرة بعنوان القرآن والعلم الحديث متوافقان أم لا ليس لدينا متسع من الوقت لإلقاء محاضرة كاملة عن هذا ولكنني أريد أن أذكر بأن العالم الفيزيائي الحاصل على جائزة نوبل البرت أينشتاين قد قال العلم ضعيف دون دين ودين دون علم أعمى دعني أذكرك بأن الكرآن المجيد ليس بكتاب علوم ولكنه كتاب علامات وهناك أكثر من ستة آلاف دلالة في الكرآن المجيد من ضمنها أكثر من ألف تتحدث عن العلوم والآن إذا قارنت الحقائق العلمية التي نعلمها سنجد أن ما اكتشفه العلم الحديث قد تكون منذ خمسين عاما مضت أو مئة عام أو مئتان عام أو أربعمائة عام قد ذكرها الكرآن المجيد منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام مضت يتحدث الكرآن عن خلق الكون في صورة الأنبياء الصورة واحد وعشرون آية رقم ثلاثون ما اكتشفه العلم حديثا عن الانفجار العظيم ما اكتشف منذ خمسين عاما قد ذكر في الكرآن منذ ألف وأربعمائة عام علمنا بأن الأرض كروية عندما قام السير فرانسيس ديريك بجولة حول الأرض في عام ألف وخمسمائة سبعة وسبعون ميلادية يقول الكرآن في صورة النازعات الصورة رقم تسع وسبعون الآية رقم ثلاثون بأن الأرض بيضاوية والأرض بعد ذلك دحاها مشيرا إلى بيض النعامة ونحن نعلم بأن بيض النعامة يميل إلى الشكل البيضوي كنا نظن في السابقة بأن القمر له ضوء خاص به وقد علمنا مؤخرا سواء كانت مئة عام أو مئتان عام أو ثلاثمائة عام مضت بأن ضوء القمر هو ضوء معكوس وليس خاص به وهذا مذكور في الكرآن منذ ألف وأربعمائة عام في صورة الفرقان الصورة خمس وعشرون آية رقم واحد وستون إذن من الذي يمكنه ذكر كل هذه الحقائق في الكرآن والتي علمنا بها مؤخرا عندما كنت في المدرسة تعلمت بأن الشمس ثابتة ولكنها لا تدور حول محورها ذكر في الكرآن في صورة الأنبياء الصورة واحد وعشرون أن الشمس بجانب حرقتها فإنها تدور حول محورها توصل العلم اليوم إلى أن الشمس بجانب حرقتها فإنها تدور حول محورها أيضا وهو ما ذكر في الكرآن منذ ألف وأربعمائة عام وعلى هذا المنوال يتحدث الكرآن عن علم النبات والأحياء والمياه والأجنة والوراثة والتي لم نعلم عنها إلا مؤخرا أكانت مئة عام أو مئتان عام أو ثلاثمائة عام أو خمسمائة عام وإذا قمنا بوضع اختبار العلوم هذا لكل الكتب المقدسة فإن الكتاب الوحيد الذي يجتاز الإختبار هو الكرآن المجيد ما زال العلم لم يتقدم كثيرا بحيث يعلم كل شيء لذلك أخبر الناس بأنه إذا حللتم الكرآن سنجد أن ثمانين بالمئة من علوم الكرآن تقريبا قد أثبت العلم الحديث صحتها مئة بالمئة ما زالت قرابة عشرين في المئة غامضة لم يتم إثبات أنها صحيحة أو لا ولكن منطقي يقول بأنه عندما تكون ثمانون بالمئة مثبتة صحتها مئة بالمئة ستكون النسبة المتبقية أيضا صحيحة إن شاء الله لذا فهي إيمان منطقي لا توجد آية واحدة في القرآن تثبت بطلانها بالحقائق العلمية قد تكون هناك فرضيات تنافي القرآن ولكن لا توجد آية واحدة في القرآن والتي قد ثبت بطلانها بالحقائق العلمية فبناء على هذا فإذا وضعت هذا الاختبار أمام أي كتاب مقدس سنجد أن الدين والكتاب الوحيدين اللذان يجتازان الاختبار هما الإسلام والقرآن بدأت هذه المحاضرة باقتباس آية من القرآن من صورة الإسراء الصورة 17 الآية 81 التي تقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقة فإذا وضعت هذا الاختبار فإن الدين الوحيد الذي يجتاز الاختبار الدين الوحيد الذي لم ينحرف لهذا السبب قال وليام مور منذ مئتان عام كونه ناقدا للإسلام الكتاب المقدس الوحيد الذي لم يحصل له تغيير وما زال نقيا كما أنزل هو الكرآن المجيد لذا بناء على هذه الحقائق فإن الدين الوحيد الذي يمكننا التفكير فيه وفهمه والإيمان بأنه صادق وصحيح هو الكرآن أما بخصوص السؤال الثالث بأنني ذكرت في خطابي أن المسيح عيسى عليه السلام قد قال بأنه يجب اتباع التعاليم المذكورة في العهد القديم فإنني كنت أكتبس آية من إنجيل متى الإصحاح خمس من سبعة عشر إلى عشرون عندما قال المسيح عيسى عليه السلام فإني أقول لكم إن لم يرد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات لذا فإنك إذا أردت أن تكون مسيحيا صالحا في عهد عيسى عليه السلام إذا أردت دخول الجنة فإنه يجب عليك اتباع كل التعاليم المذكورة في العهد القديم فلا يمكنك خرقها حتى بمثقال ذرة إن فعلت ذلك فإنك ستكون من أهل الجنة لذا بناء على هذه الآية من إنجيل متى إصحاح الخامس من سبعة عشر إلى عشرون يجب عليك اتباع كل تعاليم وقوانين العهد القديم سؤالك كان جيدا جدا ومنطقيا جدا كيف يمكننا اتباع كل تعاليم العهد القديم في عصرنا الحالي هذا أمر صعب وأنا أتفق معك في هذا الرأي لهذا السبب أيضا قال المسيح عيسى عليه السلام في إنجيل يحنى ستة عشر من اثنى عشر إلى أربعة عشر إن لي أمورا كثيرة أيضا لا أقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم كان النبي عيسى عليه السلام يتنبأ بقدوم آخر وخاتم الأنبياء ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم فعندما يبعث سوف يرشدكم إلى الحقيقة الكاملة وهذا يعني بأن المسيح عيسى عليه السلام علم بأنه لا يمكن اتباع كل ما ذكر في الإنجيل لاحقا لربما بعد عدة قرون لهذا السبب قال وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق متحدثا عن محمد صلى الله عليه وسلم إذن فلربما في عهده كان ممكن اتباع كل التعاليم والقوانين المذكورة في العهد القديم والحديث ولكن المسيح عيسى عليه السلام قال عندما يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيجب عليكم اتباعه إذا إذا أردت أن تكون مسيحيا صالحا اليوم بجانب إيمانك بالله فإن عليك الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم آمل بأني قد أجبت على سؤالك سؤالي التالي قادم من خلفية نصرانية لعائلة نصرانية كيف يمكنني أن أتأقلم أو أتواصل مع عائلتي التي اعتنقت الإسلام فهناك معتقدان مختلفان في المجتمع نفسه سأل الأخ سؤالا وهو إذا اعتنقت الإسلام فكيف سأتواصل مع عائلتي بوجود معتقدين مختلفين أخي أنت تعلم بأن هناك ما يدعى بالعهد القديم والعهد الجديد بكونك مسيحيا فأنت يمكنك أن تتبع العهد القديم بالرغم من وجود العهد الجديد فإذا كان هناك عهد قديم وعهد جديد فهناك أيضا عهد أخير الكرآن المجيد هو العهد الأخير من الله سبحانه وتعالى في هذا الكرآن المجيد لم يتم انتقاس أي من الرسل المذكورين في الإنجيل في الإسلام يجب علينا الإيمان بكل الأنبياء الذين نزلوا في السابق هناك ما لا يقل عن خمس وعشرون رسول ذكروا في الكرآن كلهم مذكورين في الإنجيل ما عدا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقلة من الرسل لذا فيجب علينا احترام رسول الله كلهم وقد قال نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل مئة أربع وعشرون ألف رسول إلى الأرض فإذا أصبحت مسلما ليس عليك الانتقاس من أي رسول ذكر في الإنجيل في الواقع عليك أن تقول لهم بأنك تتبع كل ما قاله المسيح عيسى عليه السلام مئة بالمئة ما يفعله بقية النصارى فهم لا يتبعون إلا ثمانون بالمئة أو قد تكون تسعون بالمئة أو خمسون بالمئة يجب عليك أن تقول لهم أنه في إنجيل يحنى ستة عشر من اثنى عشر إلى أربعة عشر يقول عيسى عليه السلام إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لذا فإنني أتبع المسيح عيسى عليه السلام أكثر مما يتبعه النصارى أنفسهم لذا فإنك إذا اعتنقت الإسلام فستكون مسيحيا أفضل من المسيحيين أنفسهم آمل بأني قد أجبت على سؤالك ما هو سؤالك الخامس؟ لقد أنهيت كل أسئلتي لقد حصلت على إجابات لجميع أسئلتك الآن نعم نعم كلها أجيبت شكرا لك إذن هل أنت مقتنع بالدين الإسلامي الآن؟ نعم إنني مقتنع به وأنا مستعد لاعتناق الإسلام هل تؤمن بوجود إله واحد؟ عفوا هل تؤمن بوجود إله واحد؟ أؤمن بأن هناك إلها واحدة هل تؤمن بأن المسيح عيسى عليه السلام إله؟ أؤمن بأن المسيح عيسى رسول من عند الله هل تؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر وخاتم الأنبياء؟ أؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر وخاتم الأنبياء أخي هل من أحد يجبرك على اعتناق الإسلام؟ أنا مستعد لاعتناق الإسلام ما من أحد يجبرني إنه قراري الذي اتخذته بنفسي بإرادتك وقناعتك الشخصية من أعماق قلبي لأن إجبار أي أحد على الدخول في الإسلام هو فعل ممنوع في ديننا كما أنه أمر ممنوع في أغلب دول العالم إذن فهو بإرادتك الحرة إنني أفعلها بإرادة الحرة سأقولها باللغة العربية وعليك ترديدها أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما شاء الله أخي ما شاء الله لقد أصبحت مسلما أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرشدك ويعينك على إرشاد عائلتك للدخول في الإسلام وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الجنة وأن يرزقك أفضل ما في الدنيا والآخرة بعد ساعة عاد السائل ليسأل أنا أقدر القرار الذي اتخذته وقد شعرت فعلا بالترحاب والحب حولي بما أنك دكتور ذاكر الشخص الذي أزال شكوكي أطلب منك بلط أن تسميني اسما إسلاميا بعد أن اعتنقت الإسلام تريد مني أن أعطيك اسما يمكنك أن تدعو نفسك ببلال أحد أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو الله عز وجل أن يهديك أكثر ويرزقك الخير في الدنيا والآخرة وأن يرزقك الجنة إن شاء الله شكرا لك